العراق يسدد ديون الغاز الإيراني نجاح عملت عليه الحكومة التي أوعزت بصرف جميع المستحقات لتجاوز الأزمة وزارة الكهرباء وبعد مباحثات ولقاءات متبادلة مع الجانب الإيراني أكدت أن الأيام المقبلة ستسلم جميع الأموال ليعادة ضخ الغاز الذي تحتاجه المحطات الكهربائية كانت هناك عناية حكومية يشكر عليها جناب السيد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الموقر لإشرافها المباشر على قطاع الكهرباء وكانت بدفعات قوية من لدن معالي وزارة الكهرباء إلى أن يصار إلى تقريض وزارة الكهرباء إقراباً داخلية من التي بي آي لسداد تلك المستحقات وأعلننا أن إن شاء الله بدأنا خطوات جدية لسداد تلك المستحقات إن شاء الله بغضون يومين بحسب الاتفاق الذي أصيرتنا زيارة سيد وزير الكهرباء إلى طهران لقاء وزير النفط والطاقة الإيرانيين بأن يصار إلى سداد المستحقات ستزود المنظومة بالغاز الكافي اليوم بالتحديد مثل هذا التوقيت نحتاج إلى 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً بالتالي اتفاقنا كان ينص على أن يعطى وتزود المنظومة بالغاز الكافي لتشغيل محطاتنا المحطات الغازية بحسب المسؤولين عنها والتي تعتمد على الغاز المورى ستعمل من جديد بكامل طاقتها بعد أن تعرضت إلى نقص حاد في طاقتها الإنتاجية نتيجة تقليل الغاز الذي سيشكل ضخه لهذه المحطات استقراراً في المنظومة كإنتاج الوساط أنا حددت بين حدود 1200 ميجاوات متمثلة في جزء منعتها في محطات سمارية في محطات بسماء الغازية وجزء منعتها في محطة الصدر ومحطة المنصورية وجميع هذه المحطات تصب في الشبكة الوطنية وتأثيرها راهبين ليس فقط على محافظة بغداد كون الوهدات تصب طاقتها الكهربائية في الشبكة الوطنية أيضاً في محافظات المحافظات الأخرى بحدود 4500 ميجاوات تفقد أيضاً إضافة إلى 1200 ميجاوات بحدود 6000 ميجاوات وهي حاجة بغداد الفعلية بعد أن كانت المنظومة الكهربائية مهددة بفقدان جزء كبير من طاقتها الانتاجية وخروج بعض المحطات التوليدية عن الخدمة وزارة الكهرباء تؤكدوا إن الأيام المقبلة ستشهد تحسناً في الطاقة الكهربائية بعد نجاحها وبدعم حكومياً من قبل رئيس الوزراء بسداد ما بذمة العراقي من ديون للجانب الإيراني من بغداد حسن الفواز العراقية الأخبارية